السلام عليكم معاكم شيكو بهذا المقطع بغطي كل شي يخص السيزن الرابع من روكت ليك وبحاول اتكلم عن كل حاجة جديدة اضافوها من قوانين جديدة الى القوائم الجديدة باللعبة بعد زي ما تعرفون سيزن جديد يعني روكت باس جديد فاذا حابت تشتري روكت باس لا تنسى تسعى مكود الاتم شو بحقي FF7W اذا حابت دعمني طب الان شبا في اضافات كثيرة في اللعبة والان انا توي حدثت اللعبة والسيزن اصلا باقي ما نزل اعانا حتى لو اروح الروكت باس زي ما شوون الروكت باس هو الروكت باس القديم ولكن زي ما شوون لو بروح عند الترايننج الماب الجديد اضافوه فالان في اشياء كثيرة عدروها في اللعبة خل relayونا اعددها لكم وأورياكم ايش اياه اول شي هو الماب الجديد زي ما شوون هذا اضافوه وصراحتا الماب مرة فخت صراح ان يشبه الوست لاند ولكن من زمان نبغى ما بكذا يكون فاضي او يعني كيف اشرح انه ما يكون في اشياء كثيرة تقروش العين يعني زي ما تشوفون الجبال اللي هناك أو حتى الجبال اللي هنا أو يعني المناظر بشكل عام ما تقرويش عليك أو بالنسبة لي أنا أحس إنه ما تقرويشني لأنه شخصي لم نخوش مابات زي هذا المابل حين اللي بدخله يا أخي تحس فيه أشياء بمرة كثيرة تحس إنه يتعمل عينه ومدخليك تركت ولكن هذا المابل هو Dead Eye Canyon راح نشوفه من أفضل المابات بالنسبة لي الآن ولكن كالعادة شكلها كيذا أبو كم أسبوع بدين راح عبدأ أكره الماب زي باقي المابات ولكن عشان هو الآن جديد فأنا صراحة نشوف إنه مرة فخم ومرة عجب والآن بس ما مدينا ألعب الماب إلا في الترينيك أو البرايفت ماتش ولكن وقت نزول هذا الفيديو بإذن الله راح نكون نقدر نلعب فيه في الأقيام الحقيقية مثل الكاجول أو الكومباجزر والآن خلونا نسحب على الماب نوريكم الشيء الثاني واللي هو البطولات 2v2 الجديدة والآن زي ما تشوفون لو نروح عند التورنيمت راح نلقى بطولات 2v2 ساكر وهذه البطول راح تبدأ بعد 12 ساعة فأنا من الآن بسجل فيها لأنه زي ما تذكرون كانت البطولات بس 3v3 والآن أضافه 2v2 وارضو أضافه بطولات للرنبل اللي هي أشياء الأكسترا مودة بشكل عام برضو هذي أضافوا لها بطولات وبرضو لو نروح عند الكاجول هنا فيه limited time مود راح ينضاف قريب وبالتحديد فيه مودين جديدة راح يضيفونهم في اللعبة اللي هو مود اسم speed demon ومود اسم spring loaded فأنا صراحة حاليا ما أعرف أي حاجة عن هذه المودين ولكن أول ما ينزلون بإذن الله راح نجربهم مع بعض فيه حاجة برضو ثانية أضافه في العددات تنفع للي يسومون مقاطع روكتليق أو يسومون بثر روكتليق اللي هو لو نروح عند الأوديو هنا ونزل تحت راح نلقى streamer safe mode هذا لو تفعلها زي كذا الأغاني اللي عليها copyright ما راح تشتغل اللي ينزل مقاطع في اليوتيوب أو يسوي بثرة يعرف أنا وش أقصد وهذا حاجة حلوة نضافه معني أنا شخصيا ما أستعمل الأغاني في اللعبة ولكن يعني حبيت أقولها لكم الآن في حاجة مهمة جدا لازم تعرفونها الآن لو نروح عند البلايو بدين بالروح عند الكمبيتسيف والآن لو نروح أقيام 3 في 3 العادية وأقيام 3 في 3 الستاندر عدلوا على النظام الدخول لها هلوني أوضح لكم أنا وش أقصد الآن سيما تشوفون أنا رانكي grand champion 1 فإذا مثلا خويه كان رانكه دايما 3 ورح نقدر ندخل أنا وياه 3 في 3 فالنظام الجديد يقول إذا تبقى تخش أقيام 3 في 3 رانك وكان معاك واحد في البارتي لازم أنت وخويك اللي في البارتي ما يكون الفرق بينكم ثلاثة رانكات أو بالتحديد أكثر من ثلاثة رانكات ولما نقول ثلاثة رانكات ما أقصد مثلا دايماد بدين تشامبيون بدين grand champion لا المقصد مثلا أنها دايماد 1 دايماد 2 دايماد 3 فهذه الآن تحتبر ثلاثة رانكات والآن أنا زيما تشوفون هنا grand champion 1 فإذا كان مثلا خويه دايماد 3 ما رح أقدر أدخل معاها أقيام competitive 3 في 3 لأنه هو دايماد 3 فالفرق بيني بينه هو champion 1 بعدين champion 2 بعدين champion 3 بعدين grand champion 1 فالآن هذي فرق أربع رانكات فما نقدر نخوش أنوياء أقيام 3 في 3 competitive ولكن هذا الشيء ما يطبق على 2 في 2 ولا ينطبق على أقيام الـ casual فقط ينطبق على 3 في 3 في الـ competitive وينطبق على 3 في 3 اللي في البطولات في البطولات الـ competitive ما نمدين ندخل أنوياءه ولكن الاكسترا مود والـ casual أو 2 في 2 بشكل عام يمدين ندخلها ورضو عدلوا على كم حاجة في الـ casual خلوني أوريكم أي شيئا الآن أنا لو بطلع من البارتي حق أدخويه وراح أروح أخش 2 في 2 casual بأبحث عن جيم وبأدخل جيم هم سووا ثلاث تعديلات في أقيام الـ casual رح أقول لكم عنها حبة حبة التعديل الأول اللي يضافوه اللي هو نظام الفورفيت في اللعبة فالآن زي ما تلاحظون لو أبغى أطلع برا الجيم يقول لي abandon match يعني زي الرنك لو أضغط عليها زي ما تلاحظون هنا يقول لك leaving match رح يأثر على اللاعبين وإذا طلعت مرة كثير رح نعطيك عقوبات وخلوني أشرح إيش هي العقوبات ولكن قبل أن أشرح العقوبات روم أضافوا برضو الفورفيت فالآن بديني أضغط vote to concede لو أضغطها رح يسوي فورفيت للمباراة ولكن زي ما تلاحظون اللي حاولني أنتظر خوية سوي فورفيت بحاولني صد ما سوي فورفيت رحم أمك أوكي شكرا ما رح يسوي فورفيت فالآن لما أسحب عليه وأطلع برا الجيم زي كذا رح يكون في عقوبات ولكن أول مرة تطلع ما رح يكون في أي عقوبة فالآن لو بروح أبحث عادي رح يبحث لي عن جيم ولكن إذا طلعت الثاني مرة بهذه الطريقة يعني طلعت من الجيم بدون أن أسوي فورفيت فالمره الثاني رح يعطوني باند لمدة خمس دقائق يعني خمس دقائق ممدي than i abseys عن جيم casual وخلوني بسطها لكم أول مرة تطلع من الجيم casual ما رح تلقوا بأي باند ولكن إذا طلعت لمرة الثانية رح تلقم باند لمدة خمس دقائق يعني خمس دقائق كاملة ما يمجيك تبحث عن أي جيم أبدا عاد المرة الثالثة باند عشر دقائق والرابعة باند عشرين دقيقة والمرة الخامسة باند أربعين دقيقة والسادسة ساعة كاملة عاد المرة السابعة راي يعطونك باند لمدة ساعتين ما يمجيك تبحث عن أي جيم عاد الوقت ليك علمتنا إلين الباند السابع واللي هو ساعتين كامل وما ندري وش الباند اللي بيجيك اللي طلعت المرة الثانية ولكن أحلى شيء إنه كل 12 ساعة راح يسوي reset يعني مثلا طلعت ثلاث مرات ولقمت باند 10 دقائق إذا جيتم بعد 12 ساعة وطلعت راح ينعادل عداد من الصفر المرة الأولى ما راح يحسب لك وديه المرة الثانية 5 دقائق وديه لآخر والحاشتين الثانية اللي عدلوها في الكاجول الآن إذا أنت بحثت في جيم كاجول وصح بعض الأحيان إدخل الجيم وتكون أنت مجلود 5 وأنت صفر أو اللي ضدك جايب خمسة أقوال وانت جايب أجولين كون الفرق بينكم ثلاث أقوال ما تحسن الجيم بيض فالآن مع التحديث الجديد لما تبحث عن جيم دخل جيم قد بدأ من زمان مستحيل يدخل جيم يكون اللي ضدك بتقدم عليك بثلاث أقوال أو أكثر يعني دخلت جيم 2v2 كاجول دخلت في منتصف الجيم يا أنهم يكونوا متقدمين عليك بقول واحد أو متقدمين عليك بقولين ولكن إذا كانوا متقدمين عليك ثلاثة اقوال او اربعة فما فوق مستحيل يدخلك هذاك القيم فهذا الشي صراحة مرة حلو والحاجة الثانية اللي عدلوها اذا انت كنت داخل القيم كاجول وطلعت برة بعدين رجعت تبحث عن قيم ثاني ما راح يدخلك نفس القيم اللي قبل وهذا الشي كان يصيرنا زماني اننا نطلع من قيم بدين نبحث ويروح يرجعنا نفس القيم اللي طلعنا مننا فبرضو هذا تعديل مرة جميل في الكاجول الآن خلو نقول لكم على تعديل مرة جميلة هم عدلوا حاجة مرة جميلة في التريد الآن زي ما تلاحظون لو بروح تريد مع اخوية تعالى دراجون تريد انتو تعرفون نظام التريد اني اذا حطيت ايتم هنا واللي ابغى اصوي معا تريد حط ايتم وهو حط صح اجي انا احط صح وخمس ثواني ويجينا الايتم دايريكت صح كلنا نعرف هذا النظام وهذا النظام فيه عيب انه فيه ناس يزروفون يسوون حركة الاسكان ويتكلمت عنه في مقاطع سابق وتكلمت عنه كثيرا الآن اخيرا باذن الله ما راح يصير هذا الشي مرة ثانية الآن زي ما تلاحظون لو مثلا ابغى اشتري من عند دراجون الفيني انا مثلا بحط له انا 500 كريدت ومثلا بضيف عليها حاجة نون كريد وضيف عليها حاجة ما هي نون كريد وهو بضيف ايتمات ثانية من عند فالآن نظام التريد الجديد اذا هو حط ريدي بعدين انا حطيت ريدي راح تمفتح لقائمة جديدة زي ما تشوفون هذه القائمة الجديدة مديك تقول في هذه القائمة قد ما تبي العقائمة راح تطلعك بهذا الشكل علي سار انت هاذا انا وباليمين اللي انت بسوي معاتري هنا راح يطلعك الحق إرادل علي فعل م Lynch فتكلمتي لانت سيارة لانت فرميز له ب PRT whip drop on out aquesta بالنبوس لانت الاستورال الم Woodrow present هذا الشي راح يعدم حركة الاسكام ومعاد بإذن الله بيصير فيه أي اسكام فالآن تقدر تجلسينه وتناظر وتدقق ويعني تتأكد من معلومات كلها وإذا مثلا كل شي تمام وتبغى توافق في التريد ما يمديك مثلا تضغط ضغطة واحدة مثلا ضغطة واحدة كيدا ضغطة واحدة بالغلص زي كذا ما راح يتم التريد زي ما تلاحظون ما ضغطنا ما راح يتم التريد لازم تعلق عليها زي ما تشوفون حين بفوق هنا بدنا بعلق عليها فإذا علقت عليها إلى النهاية راح يتم التريد خلونا نجربها معاكم مش كيف أعلق كذا إلى النهاية حطيت صح طلع صح أنا عندي فوق بدنا مثلا أجي كذا أكنسل من هنا بدنا أرجع صح أرجع سوي رددي مرة ثانية راح رجعي نفس القائمة فالآن أعطني هنا أصلا خمس ثواني ما أقدر أحط أكسبت لين ما أنظر في الأشياء مثلا خلاص أنا والله موافق على الأغراض هذه أوكي خلاص والله موافق على التريد يلا بعلق كذا يطلع عندي صح فلازم برضو حتى دراجون يسوي نفس الحركة يعلق على كلمة إكسبت ويطلع صح فالآن جرب يا دراجون سوي صح زيما تلاحظون أول ما يسوي صح على طول على طول يتم التريد يعني برضو حتى الأشياء البنتيت راح يطلع لك بينت فما راح مثلا يعطيك أوكتين تسانية مايت بعدين راح يعدلها كذا في آخر ثانية ويحط مثلا أوكتين سكاي بلو وهذا شيء بذل الله ما راح يتم ففي هذا القائمة ما راح يتعدل أي شيء لين ما يتكنسل التريد فاذا اللي بسوي معاه تريد تريد بدين نعدل على حاجة وبدين ضغط صح وستكفض على طول النفاذ القائمة ما يمدي عدل عليه حاجة فالآن هذا هو نظام التريد الجديد وصراحة بمرة راح يفك أزمة وراح يبعد لس كاميرز عنه بعاد الآن صعب 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 جدا أن يتم زرفك في التريد طبعا الآن روكت باس وسيزن ريوارد باقي ما يجاد فالآن أنا راح أوقف تسجيله وبإذن الله راح أرجع لكم أول ما يبدأ السيزن طيب بسم الله الآن توه بدأ السيزن ما لدقيقة واحدة من يوم ما بدأ زي ما نشوف من البداية هذا هو السيزن فور كده والكلام كده كأنه مصدي فخلونا نبدأ هذا الستارت أوكي نايس الرسائل هنا دقيقة هلا والله بسيزن ريوارد يخلني ألغ الرسائل اللي هنا طيب هذا هو السيزن ريوارد أول شيء السيزن 3 البرونز نضغط أوكي وهذا هو السيلفر القولد وهذا البلاتينيوم الدايموند والشامبين والآن الأول مرة يعني أجيبها بالنسبة لي الجمع الحمد الآيب 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 الآي بشكل عام أصلاً أغلب اللاعبين ما يحبون الديكلات الجديدة مو لأن شكلها خائف و زي ما تلاحظون شكلها أصلاً حلو ولكن هم زعلانين لأن قبل سيزن أو سيزنين ناسي صراحةً روكت ليك كانت حطى سيزن ريوارد ديكلات اللاعبين كانوا متوقعين مثلاً يجي جول اكسبلوجين أو يجي حاجة مرة حلوة ولكن في النهاية عطوهم ديكلات عشان كذا أغلب اللاعبين مو بعجبهم سيزن ريوارد حق هذا السيزن ولكن بشكل عام صراحةً أنا أشوف إن شكلها مرة حلو اللي زي ما تلاحظون هي النجمات كذا تطلع علامة الرانك اللي أنت فيه ماذا نحط له بروح الدامج كذا تطلع كذا علامة الدائم خلونا نشيل الديكن ونروح نشيك على الروكت باس طي في البداية إيش حطوا؟ أوكي هذي سيارة حقت اللي حطوها في الإعلان اسمها أوتلاو خارج عن القانون جويل مشاغب طيب السيارة الهيت بوكس حقها إيش؟ أكتين؟ خلني ببحث عنها يب يا شباب بحث عنها طلع الهيت بوكس حقها هيت بوكس أوكتين صراحة ملاحظ إينا الآن ثلاث سيارات أو أربع سيارات وربع بعض نزلوها بهيت بوكس أوكتين خلونا نشوف إيش الآيتم الثاني هذي آيتمات خايسة هذا تريل إيش شكل تريل هذا؟ سلاسل ولا إيش؟ أوكي نسحب عليه عندنا هنا أنتينة هذي ما راح تستعمل خلني بشوف حاجة حلوة أوكي هذا التوبر حلو والله يجي مني تحس كذا سيمبل نفس نظام هذا التوبر اللي يجيك دائري كذا ولونه أبيض إذا تعرفونه لكن حسها أفخم والله بنفس الوقت ما يخرب عليك الرؤية هذا الكفر اللي في الروكت باس وصراحة مو مرة عجيب للكفر خلنشوف إيش فيه شيء ثانية هذا الديكل برضه مو مرة حلو وفيه هذا التوبر كأن الشابين ضوفوا قصير إيش جو أمم يا شيخ هنا تايتل دا شير أظن أظن ترجمتها يعني الضابطة وشيء زيء كذا حطين كفر صخر أمم يا شيخ ايش دا الروكت باس الغريبة عيال أوكي هذا البنر والله يجي مني عيال صراحة إلى الآن هذا أكثر شيء شد انتباهي في الروكت باس كذا عقرب وعليه نار ومدر كيف لا هذا البنر صراحة مرة عاجبني أوكي هذا برضه حلوة تجيك حول الصورة كذا وانتد هذه حلوة كفر تي ان تي كفراء صراحة في الروكت باس هذا مو حلوة مو مرة عاجبتني أوكي هذا التريل حلو كأنك يعني تمشي في تراب أوكي إلى الآن هذا أفضل كفر شفته في الروكت باس إلى الآن خلونا نشوف قدام بعد شفير أوكي بس بس جوي ايها والله هذا أفضل شي في الروكت باس صراحة راح اشتري الروكت باس عشان هذا القول لكسبلوجين مرة حلو ايها الريبا بوضع شوة بلحبين تشترون الروكت باس أو أي حاجة من آيتم شوب سمنا نستعملوا كود للآيتم شوب حقي F7Y فهذا شيء مرة راح يدعمني وبس كي وصلنا هات المقطع إن شاء الله المقطع عجب إن شاء الله أنا غطيت كل شيء خص السيزن الرائع من الروكت لي وإذا في شيء نسيت أقوله أتمنى تكتبه لأنا تحت بالكومنتات عشان تفيدني وتفيد غيري وهذا هو إنسجرام تحت FF71Y تعالي تابعني هناك ودائما وأبدا بالختام صلوا عن نبي اشتركوا في القناة